أتركوا مبارح لمارسكولر عامل فقرات وحاجات تأهلية وبدنية لأنتوني مودست مهاجم الفريق في الفترة الحالية أنتوني مودست مش مرتبط مع منتخب فموجود في القاهرة عادي مارسكولر نفسه مسافر في السويسرا بقى اللعبين في المنتخبات المختلفة بس مودست قاعد بيعمل برامج تأهلية الراجل مارسكولر قرر مضعفة البرنامج البدني والتأهلي لمودست عشان يضمن أنه يبقى جاهز بعد العودة من التوقف وبداية من المباريات الأفريقية القادمة وقلت لحضركم مبارح أن مودست لسه ما قدمش أي أمارات بس مودست سيوي محترم اسم كبير مهاجم تقيل عنده مهارات وإمكانيات كبيرة ما أظهراش مع النادي لأي الحد الآن في ثلاث مباريات آه بس أتصور والجميع شايفين ده أنه الأزمة أزمة بدنية لو هو بقى في حالة بدنية جيدة أتصور أن مودست هيعمل شغل عظيم جدا النهاردة الأهلي خد موقف أو خد قرار ذاكي جد محمد شوقي نجم الكبير نجم منتخابنا الوطني السابق لعب الوسط الرائع جدا كان ماشي في تسلسل رائع جدا في المنتخبات الوطنية وفجأة معرفش أنا لي أنا كريم معرفش ليه ما بقاش موجود في المنتخبات الوطنية سواء اسم فنان وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى العقلية هايل جدا النهاردة نادي الأهلي خلاه نائب لرئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي فخطه حلو لمحمد شوقي وبالتأكيد إضافة للنادي الأهلي بكفاءاته العالية وشهاداته التدريبية ومقوماته الشخصية الممتازة جدا مبروك لكابتن محمد شوي